فمن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا من قتلها هو الذي أخرجها من هداها إلى ضلالها أما من أحياها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أحياها أخرجها من ضلالها إلى هداها ماذا تقولون أنتم خطباء المنبر عندكم وهم يتقيؤون عليكم ضلال مراجع النجف وكربلاء وضلال التفاسير الناصبية القثرة التي كتبها مفسر سقيفة بني ساعدة ومفسر سقيفة بني نجف هؤلاء يخرجونكم من الضلال إلى الهدى أم أنهم يخرجونكم من الهدى إلى الضلال حكموا وجدانكم ما تقوم به قناة القمر برامج قناة القمر ما أقدمه في برامجي حكموا وجدانكم هل هو إخراج من الهدى إلى الضلال أم هو إخراج من الضلال إلى الهدى إنه إخراج من ضلال نجف وكربلاء إلى هدى العترة الطيبة هذا هو الذي تقوم به قناة القمر لذلك يحاربونها هذا هو الصراع بين قابيل وهبيل هذا هو الصراع على طول الخط هذا هو الصراع بين أعراب سقيفة بني ساعدة وبين علي وفاطمة وهذا هو الصراع بين حسين ويزيد ومراجع النجف وكربلاء كما يقول الصادق عن أكثرهم من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه حقائق القرآن وهذه حقائق أعقائد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر